بسم الله الرحمن الرحيم وهو المستعان نعود من جديد من خلال هذا الفيديو لنتقاسب معكم بعد المستجدات إذن عدنا والعبد أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا يا هلا بكم يا هلا يحني على الوسطي يا أستك إذن خلال ما رأيناه وما سمعناه وما وصل إلى السمعين وعلمين إلى آخره فالأمور بدأت في التصاعدين وتصاعدين وتصاعدين وفوق فوق فوق وليل تحت التحت التحت إي يعيطة للليل لفوق الفوق الفوق وليل فوق الفوق الفوق إيجاوبوا الليل تحت التحت التحت إذن الآن على مشارف يعني الأجل النهائي المتفق حوله بتنزيل النظام الأساسي اللي هو 15 يناير 2024 بدأت تتداول بأنه سيكون تأجيل ما تأجيل لا أظن أنه سيكون هناك تأجيل لأن الحكومة قد التزمت بأنه آخر أجل غيكون 15 يناير وخاصة في بالانتزام ديلها خصوصا أن النسخة قد تاملات ومشات للأمن العام إذن ما بقى فيها احتشي حاجة لتستدعي باش لأنك اللي قال لك رغترجع لاش غترجع قال لك الوظيفة العمومية يعني إصلاع الإدارة فهذا مستبعد السياغة كملات طبعا فوق تم انتهت اللجنة التقنية من الأشغال ديلها يعني النقابات استلمتها وتقاسمتها مع القواعد قاموا بالتدقيق في الشق التشريعي والتساق القانوني بالنسبة للأمن العامة أظن أن الأمور ستنتهي خلال هذه الأسبوع بالتقادي يعني ما تقدرش تكون هي غدا يعني دغني كما قلنا لأنها لا بدها خاصة تنتظر باش نعقاد المجلس الحكوم ضروري باش يكون المجلس الحكوم ثم تنشره الجاري ذا الرسمية أظن أنها غادي تمشي خلال هذه الأسبوع أظن 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 لأن التنزيل ديل هذا النظام الأساسي سيغير الأمور بالنسبة للأطور الأكاديمية لأن خلال هذا النظام الأساسي الجديد سيقول له عندهم الحق في التمثيلية وبالتالي غادي يعني بالنسبة للموقوفين ولتوصلوا بالإنظار ديال مغادرة مقر العمل يعني أنهم أطولي من الحق ديالهم أن النقابات تترافعوا من أجلهم داخل الليجان التونائية إذن ضروري وشفنا بزاف ديال المبادرات بدات الآن وهذه المبادرات يعني الإدارة كانت واضحة بأن الممثل الشرعي القانوني بالنسبة للشغيلة بالنسبة للإدارة والحكومة والنقابات وبالنسبة للقانون وبالنسبة للتشريع النقابات هي الممثل الشرعي والمشروع للشغيلة ولا يمكن استبدالها بالتنسيقية هذه مسألة لا تنقش وكشتو المبادرة الأخيرة ديال أستاذ مونيب كيدي تتساءل لأن المسألة مسألة تنافسية حزبية ومناء ومسألات بزاف ديال الحسابات اللي عندي خاصك ديرها فما يمكنش يعني يخلو تل آخر المطعف وتجيش أي مبادرة من أي نوع باش يعني لأنهم الأسف الشديد تقولوا تشيروا بأن هذه المبادرة ستحل أزمة التعليم القديم أزمة منذ قرن أزمارة يلا جوا ما تكمل كل شيء في الوقت الضائع التي يقول لك غد ينجو أن ديروا مبادرة من مبادرة إلى آخره من أجل حل الأزمة الأزمة أن الأزمة انتهت ولم بمجرد أن يعني بدأوا يعني التوقفات تتوصل بها المانيين فبدأت بوادر الأزمة تنتهي لأن كما قلت يعني رأى المرفق العمومي قد تعطل لأثلات أشهر أو وما يزيد حق التلاميذ في التمدروس تعطل لأثلات أشهر ف يعني يوصلوا الماكسيموم لمن يمكنش يبقى ويزيده ولو دقيقة إذن هذه الإجراءات اللي اللي ما تاخدوه ديال التوقفات الآن بدأ بعض المعنيين بالأمر يتوصلون يتوصلون بيعني الإنذار ديال العرض على المجلس التأديبي لكن بعض يتوصل بأنه غد يكون عنده المجلس التأديبي خلال شهر فبراير ربما ثلاثة وعشرين فبراير المقبل إذن هذه لا محالة بأن مسائل يعني رأى حسمت فيها الأكاديميات والوزارة في هذه الحالة دن لقطع طريق أمام أي مبادرة فالقادية صاف انتهت تم العرض على المجلس التأديبي استدعاءات بدأو تتوصلوا بها دن الرواتيب ستتوقف لا محال لا لا محال دي بسألة لا تنقش المشكلة لكي الآن أن هذه توقفات والإنذار بمغادرة مقر العمل المغادرة الوظيفة المقر العمل اباندان دو بوست اباندان دو بوست كي أعطان لسانسيومان إيميديا دو لفونكسيون هادي قاليك تبنت على يعني أديلا مواطاقة أديلا مواطاقة حتى أن هؤلاء يعني حوالي قالي 540 يعني معني ومعنية أستاذ وأستاذاء المعنيين بالتوقيف ومع توقيف الرتيب وأيضا الإنذار بمغادرة مقر العامل 540 هادو 540 تنقسموا إلى شقين كين لعنده غير متابعة إدارية بعرضي على المجلس التأذيبي وكينين آخرين لعندهم يعني يعني مخالفة إدارية بعرضيهم على المجلس التأذيبي وأيضا يعني مخالفة مش مخالفة يعني رعا قد تصل إلى إلى القضاء متابعة قضائية حسب يعني قاليك الأديلا المواطاقة لأن الوزارة قاليك قد استعانت بمفوضين قضائيين من أجل تفريغ يعني الأديلا من الواتساب يعني من مواقع التطبيق الفوري ولا نتمنى من تصل هذه الأمور إلى هذه الله ما تنتمنى ولا تتوحد ما تبغيش للعدوك هذا شيء ولكن هذا الشيء اللي يبلنا أن الأمور الآن أنا أتمنى ومالله أنها ترصى في هذا في المجالس التأذيبي فقط إذن المجالس التأذيبي بدأوا بعض المعنيين بالأمر يعني توصلونا بالموعيد دي الإحالة على المجلس التأذيبي هنا يعني فالنقبات ذات التمتيلية يعني لا بد أنها ستصطف إلى جانب هؤلاء الموقوفين لأن الإدارة كما قالت سابقا وكان ما صرحت لأن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية فهي ليست يعني هدفا بل وسيلة من أجل يعني العودة إلى العودة للسير العادي للمرفع العمومي اللي هو المؤسسة الذي تعطل بفعل هذه الإضرابات دي نتمنى أن يعني تكون الأمور تعود إلى الهدوء والهدنة فليس يعني ما تشيء في صالح الجميع التصعيد نهائيا لأن الأمور يعني قد تتجهوا إلى لتأخذ واحد المنحة لهو تصعيدي وليس في صالح المعنيين الموقوفين أو المنظرين بمغادرة مقرة أعمالهم إذا انتهى كل شيء وننتظر الانفراش والله العظيم ما بوين عجل شاد لأن احنا مرينا من هاد المصطع مرات عديدة وهي جد أليم فعلا ديال ديال اباندون 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 راية ديكادر يعني اغددو ما تتبغيش لعدوك الله ما تبغي لعدوك نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون مع هؤلاء الأخوان أساتداء والأستاذات الذين طالهم هذا الإجراء اللي هو جد صعب جد صعب ومؤلم الله يفرج على الجامعة الله يفرج على الجامعة نطلبهم من الله سبحانه وتعالى أن يتم تجاوز كل هذه الخلافات وأن تعودها يعني الأمور إلى يعني إلى السير العادي ديالها بدون تصعيد لأن أي واحد يتصعيد فهي ليس في مصلحة هؤلاء الموقوفين أبدا والنقابات كما قلت لكم دور دور وترجع المكدور في آخر المطاف فالنقابات هي الممثل الشرعي ولا يمكن أن تأخذ التنصيقيات يعني موقع أو مكان مكان ديالت يعني النقابات بل كل واحدة لها الدور ديالها الدور ديال التنصيقية أنها تضغط في الشارع ودور ديال النقابات أنها يعني تقوي التفاوض ديالها ولكن هذا يكون بتنصيق محكم بين التنصيقيات والنقابات وليس بين التنافر والتراشق بين التنصيقيات والنقابات لأن في آخر المطاف لها قد تلقى النقابة هي اللي غادي تدفع عليك وأي نقابة أن تنعرف وخي يكون كما بغي يكون ممكنش يشوف أستاد أو أستادة يلجأوا إلى أي نقابة وخي يكون مشارك فيها ويكون عنده شي حيف أو مظلوم ما يقدروش يعني ما يفوتوش نهائيا دي مش يتنجي على النقابات أو أي شيء لكن هذا واقع ديالنا النقابة بطبعه مهما شفناه احنا ولا شجلنا عليهم من ذاك إلى آخره ولكن النقابة في آخر المطاف تبقى نقابة يدافع عن كل المحرومين والمغبونين وعن كل الشغيلة وخدكم ضدهم هذا هو النقابة وهذا هو يعني الدور اللي غادي يقوموا بها هذه مسألة لا تنقاش خصوصاً أنه الآن مني لحوهم بدان ترواء لما ده فأكيد أنه يعني تقول شيئاً أخر يعني الحوالية دي لما تتوقف خلال هذا الشهر مسألة لا تنقاش إذن نتمنى لا يفرجع الجميع لا يفرجع الجميع لا يفرجع الجميع وضع المناشرين